إقاشا لكل هذه التطورات أو التغيرات الميدانية حتى من موسكو الكاتب والباحث السياسي السيد إفغيني سيدروف ينضم إلينا أهلا بك معنا سيد سيدروف وموسكو مصر أن ما تقوم به في خاركيف في محيط خاركيف تحديدا هو عمليات إعادة تموضوع الرواية الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت بالفعل خسائر كبيرة وأن كيف استعادت عدد مقدر من المساحات هناك كيف تقرأ كل هذه التطورات الميدانية تحية لك والإستاذ المشاهدين أهلا بك أعتقد أن هناك بعض الغموضة التي يصود الوضع الحقيقي على الجبهات رغم أن هناك كانت بعض الاختراقات من قبل الجيش الأوكراني ولكن روسيا ردت عليها بسرعة وهذا يعني أنها ربما كانت مستعدة أو عن ما لتحرك سريع ردا على الهجمات الأوكرانية لسيما في منطقة خاركوف وتحديدا في محيط بلدة زيوم وبلدة كوبيانسك كذلك هذا من جهة أخرى من الملفت أن هناك أمرا غريبا من قبل السلطات الأوكرانية التي لا تسمح للصحفيين الذين يغطون التطورات في هذه المنطقة بالدخول إلى ما يسموهم بمناطق المحررة وهذا بخلاف القيادة العسكرية الروسية التي سمحت بل ودعت الصحفيين والإعلاميين لزيارة هذه المناطق ومن هنا يمكن أن نستنتج أن الوضع ليس بالصورة التي يفي بنا ولكن هناك تغيرات ميدانية عسكرية تحدث شرقا سيد يفغاني واليام هناك التساؤلات تطرح هل حقيقة الجانب الروسي أخطأ في تقديراته داخل أوكرانيا حجم القوات والعتاد التي دفع بهما إلى أوكرانيا كيف تغيرت الأمور؟ لا شك أن هناك ربما بعض الأخطاء أو سوء تقدير نوايا حقيقية للجانب الأوكراني وهذا ما لمح إليه بالمناسبة الرئيس الشيشاني رمضان قدروف منذ يومين حيث قال إنه إذا لم يترى تغيرنا على مجرى العملية العسكرية الروسية فإنه سيضطر للتحدث مع القيادة السياسية ووزارة الدفاع لكي يوضح هو لهم بحقيقة ما يجري على الأرض وهذا التصريح يعكس عدم ريضة القدروف وبعض الأخرين فيما يتعلق بما حدث من اختراكات على هذه الجابة تحديدا ولكن يمكن أن نتوقع الآن أن روسيا لا ترد على ما حدث بمجرد تكسيف درباتها بمنطقة خاركف وإنما وهذا ما لا يستبعده المراقبون العسكريون يمكن أن تركز أيضا على جبهة أخرى على الجنوب وتحديدا ميكولايف وأوديسا لأن قديرف هو وعد بالوصول إلى أوديسا في أقرب وقت ممكن وهذا الأمر سوف يعني إذا حدث تحولا كبيرا في مجرى العملية العسكرية الروسية سيد سدروف بعض القراءات التحليلية العسكرية تقول أن الجانب الروسي في هذه المرحلة على الأقل يعاني من مشكلة متعلقة بالعنصر البشري هو بداية تحدث عن عملية خاصة فقط لم يدفع بميع ولم يقم بعمليات تجنيد حتى في هذه المرحلة هل موسكو قادرة على القيام بالتجنيد الإلزامي حتى ولو كان للأمر تبعات سياسية وأمنية قد تؤثر على الاستقرار الداخلي بحسب طبعا هذه التحليلات التي نتحدث عنها نعم ويعني نعم نعم في تعليقك يوجد إجابة عن هذا السؤال تبعات مثل هذه الخطوة تعبية العامة مثلا سوف تكون ربما قوية وشديدة وبالتالي يبدو أن روسيا ليس ضمن خطاتها الآن اللجوء إلى هذه الخطوة ودليل على ذلك التصريح الناطق على لسان الكريملين الذي قال أن المسألة التعبية العامة الآن غير واردة في الجدوى الأعمال وفي خطوات القيادة الروسية يبدو أن هناك احتياطيات ضخمة لم يتم زج بها إلى المعارك التي تدور في مختلف أنحاء أوكرانيا وربما روسيا تعاول على إمكانية ربما اللجوء إليهم ليدخلوا في مختلف جبهات ويقاتلوا إلى جانب أليك الذين كانوا موجودين هنا قبل ذلك يعني على العموم الآن تطرح تساؤلات حول مدى قدرة الجانب الأوكراني على الاحتفاظ بهذه المكاسب الميدانية وإلى أي درجة قد ينعكس ذلك على المسار السياسي لهذه الأزمة من موسكو الكاتب والباحث السياسي السيد أفغاني سيدروف شكرا جزيلا لك